اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام سعيدي اطلع على تصورات تزيين وتشجير عدد من الجولات والجزر بالخطوط العامة بمديرية القطن واستمع الوكيل المساعد خلال نزوله الميداني للمديرية من مديري عموم مديرية القطن وصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت والصحراء عبدالطيف النقيب والمهندس عمر سليم الى شرح عن المقترحات في زيادة المساحات الخضراء وبناء مجسمات تعكس الجوانب التراثية والتاريخية لمديرية القطن بعدد من الجولات الى جانب غرس اشجار النخيل والزينة في الجزر والمثلثات الواقعة على جانبي ووسط الخط الدولي وامام مستشفى الحياة العام واكد الوكيل المساعد على اهمية تلك المشاريع بالبوابة الغربية لوادي حضرموت لعكس صورة جمالية لزوار وكذا توفير استراحات طبيعية للمواطنين ومرتادي المديرية